وَاعْتَصِنُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبراء النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبة بالله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم أهدي قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم طيب قلوبنا اللهم رطب قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم وسع قلوبنا اللهم أغني قلوبنا اللهم أعن قلوبنا اللهم يسر قلوبنا اللهم وفق قلوبنا اللهم ازرح حبك في قلوبنا اللهم جعلنا من أحبابك المقربين الملهمين المحدثين المحفظين مسترين يا أرحم الراحمين الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وكيف حال قلوبكم مع الله وهل أعتقت رقبتك من النار أم أنك ما زلت بعد في قائمة الانتظار تعالوا لنتدبر ومن فوائد التدبر أن التدبر أفضل ما تشغل به الأوقات ولذلك لا تجعل وقت التدبر أو ساعة التدبر في الوقت الذي أنت فيه مرهق أو بالدور على ساعة الفراغ الله عزيز لا يغالب الله غني لا يحتاج إلى أحد الله الغني لا يرضى أن تعطيه فضول الأوقات وفضول الأموال أعطي ربك من أعز أوقاتك وقتا واقتطع لربك من أعز أموالك مالا فاجعل ساعة التدبر هي ساعة أعلى ساعة نشاط عقلي عندك واعلم برضو دي من أهمي كيف نتدبر أنه ما من حرف في القرآن إلا وفيه فائدة وله حكمة قال سهل ابن عبد الله التستري لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ له نهاية لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه لأنه كلام الله وكلامه صفته وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه وكلام الله عز وجل غير مخلوق لا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة كلام عالي عشان كده لما قالت أمه محمد ابن المنكدر يا بني ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام نحن عزين نقولك كلمة دي لك ناس كتير من اللي بنشوفهم ما بنشوفهمش إلا نايمين أمه بتقول له يا ابني أنا نفس أشوفك نايم أنت ما بتنمشي ليه فقال يا أمة إني لأستفتح القرآن فيهولني ما فيه فينقضي الليل وما قضيت نهمتي منه أنا ببدأ أستفتح القرآن فويت هيلة يخلص تخلص الليلة وأنا لسه ما خلصتش إلا أنا فيه من أسباب تدبر القرآن أيضا استشعر حال قراءتك القرآن أنك وحدك المخاطب به وأنك وحدك المعني به دي اللي بيقولوا عليها التخصيص إن القرآن ده كأنه نزل لك خصيصا كأنه يخاطبك أنت تحديدا هي ديك النظرة فيه تفاعل مع الآيات إذا قرأت آية آية فيها تسبيح سبح إذا قرأت آية تتحدث عن النار خاف كأن النار اقتربت منك استعذ بالله منها أيضا من أسباب تدبر القرآن الدعاء بأن يفتح الله قلبك للقرآن لتلك الدعوات الأمهات بتاع الزمان لما كانت تدعي لابنها لما مش عايز يبني ذاكر يبني ذاكر الكلام ده يبدو أنه كان زمان ما بسمعش حد من الشباب بيشتكي النهاردة النمه بتقوله ذاكر كان يقول زمان أتيني من كلمة ذاكر لكن دلوقتي الله يهدي شبابنا يا رب يهدي أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم ارضى عن أولادنا اللهم ربي أولادنا اللهم نجي أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب نجي أولادنا من صحبة السوء يا رب نجي أولادنا من الفتن يا رب نجي أولادنا من الشهوات كانت هم تقوله إيه ربنا يفتح نفسك للمذكر النهاردة عايزين نقوله ربنا يفتح نفسك للقرآن ربنا يفتح قلبك للقرآن ربنا يفتح عقلك للقرآن ربنا يفتح فهمك للقرآن ربنا يفتح حبك للقرآن الإنسان يدعي يدعي من ربنا ويطلب كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك شوف الدعاء العظيم ده أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزن لما الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أينبغي لنا أن نحفظه قال ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه لازم كل اللي سمع الحديث ده يقوله يقوله وقال للرسول قال اللي يقوله جزاءه إيه خليك باليقين في كلام النبي جزاءه إيه اللي يقوله قال ما من عبد قاله إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا في قلبه اللهم كفينا ما أهمنا اللهم كفينا ما أهمنا وما لم يهمنا وما أن تعلموا به مننا اللهم تحمل عنا همومنا لما كل اللي سيء الهم حاجة الدعاء ده معاك يكفيك ما أهمك ويبدأ لك الله فرحا في قلبه شوف الدعاء بإيه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك عارف يعني إيه ربيع الأناية الأناية اللي بيجري فيها المية دي اسمها ربيع ربيع الربيع ده الأناية بتاعت المية الجنبية الترعة القلب هو آلة فهم الكرآن والقلب بيد الله يقلبه كيف يشاء والعبد مفتقر أن يفتح الله قلبه للكرآن فيطلع على خزائنه وكنوزه قال تعالى إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أن يفقهوه وقال تعالى وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين المرء وقلبه لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله القرآن ربيع قلبه صلى الله عليه وسلم يعني الذي يسقي قلبه بالحياة تعالى لندخل بقى في عملية تتدبر حقيقة واحد استحضر نيتك قبل قراءة القرآن إنوي قبل ما تفتح المصحف وتقرى النية محلها القلب وكما قال العلماء أن النية تجري مجرى الفتوح من الله يعني ربنا جل جلاله بيفتح على عبد قبل ما يقرأ قرآن بمئة نية بمئتين نية والأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ابدأ انوي إنك أنت تاخد بكل حرف عشر حسنات انوي إن ربنا يفهمك رسالة ليك في الآيات اللي انت هتقراها انوي بيها إن ربنا ينور قلبك بالقرآن ده انوي بيها إن ربنا يرزقك الخشوع بالقراءة دي انوي بيها إن ربنا يفرحك بالقرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه انوي إن ربنا يفرحك بالقرآن ويرزقك السعادة به وقرة العين بالقرآن انوي وانت بتقرأ القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى يدلك على مخرج من على مخرج من همومك ومشاكلك يدلك على مخرج ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ببركة القرآن رزق واسح ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه تبقى غاني بالقرآن ادعي ان ربنا سبحانه او انوي ان ربنا يغنيك بالقرآن يسعدك بالقرآن يفرحك بالقرآن يشفيك بالقرآن ونزل من القرآن يمهوش فاء ورحمته للمؤمنين يشفيك من الامراض الظاهرة والباطنة وهكذا كسر نياتك لمن الاتنين احسن الاستعداد والتهيئة وتخير الوقت المناسب توضأ واستقبل القبلة احسن الاستعداد استعدل تلقى تلك القرآن انك انت تلبس حاجة كويسة وتقعد في مكان حلو وتتوضى وان انت تبعد التليفون عنك والمشاغل وتقعد في مكان هدي ويا سلام لو تقدر تعود تحت السماء وفي مكان جميل وفي بدوء وتبدأ تقرأ وتقرأ وتستمتع وتقرأ وتتمزج يا سلام لو قبلت نصيحتي انك تفتح حد بيقرأ وتقرأ معه زي ما هو بيقرأ زي ما هو بيقول وخصوصا من الناس اللي بتطرب بالقرآن وتسعد به وتفرح به وتنشغل به وتفهمه وتفهمه وتعيش به وتعيش معه استعد لتلاوته القرآن وحتضر له الوقت المناسب توضى استقبل القبلة وان تكون القراءة في وقت او في مكان او في حال يساعد على الصفاء والتركيز من النصائح لحصول العملية التدبر الوقوف عند الآيات الوقف والابتداء ده علم علم عظيم جدا وعلم العلماء كتبوا فيه كتب كتيرة انك تقف فين وتبتدي منين والوقف والابتداء بيساعد على الفهم بيساعد على الفهم ويساعد على التدبر مثلا في الجزء اللي معنا في اول الجزء في اول صفحة في الجزء ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه جل جلاله يريد الله ليبين لكم هذه واحدة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا دي مش إراية التدبر دي إراية تحصيل الأجر إراية التدبر بقى إننا أفو أفات مثلا يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد شوفوا أفات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما ليش ولو أن الصوتنا مش حلو يعني لكن اسمعها من صوت حد حلو ويقولها بالوقفات وقفها لكل آية وقفها لكل آية إقرأ أنت بصوتك واستمتع أنت بنفسك القرآن متعة اسعد واستمتع اللهم أسعد قلوبنا بالقرآن أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر